النهاردة حنتكلم عن ملخص أحداث الحلقة راكم 617 من مسلسل المراس وفي النهاية فضيحة كبيرة لغاية وتابعوا للنهاية الحلقة بتبدأ بلطيفة قاعدة بتتكلم مع بدر بتقول إن هي عايزة تتكلم معاه مش بصفتها إن هي عامة جمانة لا بصفتها إن هي القدش لطيفة رد وقال لها هو في إيه؟ أنا خلاص أنا قلت لجمانة إن إحنا خلاص نبقى زميل وإنا ما عملتش أي حاجة تدل على غير كده يعني قالت له أنا جاية أتكلم معك بصفة لايف كوتش أعرف أنت ليه دايماً بتهرب من أي علاقة جدة تدخلها أكيد في حاجة غلط أنت شامل من ريحة لأنا شمها؟ أنا حاسة أني فيه زبتة بتتحرق قال لها نعم مش شامل حاجة بيجي بعد كده فهد وبياخد بدر في جنب فبيجي راشد بقول عفواً أنا أحاسس إن أنت شم ريحة حاجة كده مش عاجباكي صح؟ بيقعد يتكلم معها راشد في حين إن بدر بيقول كويس أنك أقدتني وفكتني منها أنا أصلاً مش عايزة تكلم مع ستة دي قال له خلاص سبع شوية مع راشد وصدقني هتقوم دلوقتي تنحاش حالاً وراشد كان قاعد بيتكلم معها بيقول لها أنت فعلاً حسيتك قوية دي ريحة زبدة فعلاً بتنحارق بس هنعمل إيه بقى؟ الشيف بتعرق ردت وقالت أنا أعرف طبعاً لإني أنا أصلاً شيف قال لها بجد ده إحنا كنا حنطرد خلاص التطبخلة عندنا ياريت يجد تشتغلي مكانه قالت لا لو أنت عايزت تطرده علشاني فلا أنا مش عايزة أصلاً أشتغل شيف بعد كده أنا قلرت إن أنا أشتغل لايف كوتش عشان أدور كده في الأعماق عن حاجة كده ويق مراكز القوة علشاني أطلع الشغف اللي في الإنسان قال لها أنا كمان نفسي أطلع الشغف أنت حتينفعيني جداً مريم بعد ما بتخلص الدرس مع نواف بتدخل القوضة وبتلاقي شهد قاعدة وبتفتش في قوضتها طبعاً كانت عايزة أشوف إيه السر اللي موجودة عند مريم وبتقول لها إن هي كانت بتدارة على مكانها علشان تحطي في الدفتر ردت مريم وقالت لا ما تلاقيش أنا هنحط لك الدفتر في مكان ما حدش يعرفه اللي بيديني سر بحطه في مكان وما حدش بيعرفه خالص على فكرة وطبعاً مريم كانت أصدت تقولي شهد وتعرفها إن هي بتعرف تشيل الحاجة وإن السر اللي شاهد بتدور عليه مش هتلاقيه الجدة مزنق قاعدة مع زينة وزينة بتقولها ممكن أسألك سؤال إيه سر العلاقة لبينك وبين خالد أبويا يعني ليه دايماً كده بعادة عن بعض إيه اللي حصل قارت لها مفيش أي حاجة أبوك اللي ماشى من زمان وعاش وجوز وخلف وإحنا ما نعرفش أي حاجة عنه قالت طيب أنت عملك شفت أمي الجدة مزنق قاعدت لا ما شفت هايش صراحة بس سمعت عنها قارت لها أنا نفسي أشوفها جنبي ونفسي أنها ترجع تاني تعيش بجداً ما احتاجها أول فترة دي من لايه بعد كده جمانة بتاخد الحاجات اللي دي تهلها مشاعر وبتديها لجود وجود بتقول أن فيه واحدة اسمها مساعد تعرفها وحتدي لها الحاجات دي وحتتبرع لها بيها يعني وطبعاً الحاجات كلها ماركة وحاجات نظيفة ويه بتقول لها تشكلي جداً يا جمانة ولما جمانة بتقوم جانها بتقول لها مين المساعد دي قارت لها أي كلام وخلاص أنا أصلاً معرفش واحدة اسمها مساعد شكلها كده طبعاً في الحاجة من لايه بعد كده نواف قاعد مع أسيا أسيا بتقول له لو برضو رجعت وديت الدروس لماريم فماليش كلام معاك جوا المكان خالص يعني جوا الفيلا ما نتكلمش علشان أنا حاسة أن أنا مترقبة من كل الناس اللي موجودين جوا الفيلا كل شوية أحد بيتصل بنواف وبيعملوا صامت ومش بيردا يرد علشان كده شكت في الموضوع وقالت مين اللي بيتصل بيك وريني كده التليفون وكمان بتوصل رسالة قالت شكل اللي بيتصل بيك شايفك تأخرت فبعت رسالة الرسالة بتقول لو ما خرقتش بعد خمس دقايق أنا هتخل لك وافضحك وده طبعاً اللي خلى أسيا تغضب جداً وتقول له هي مين دي أو هو مين اللي عايز يفضحك وإيه لوراك بالضبط بينما حور دخل على مريم مريم متضايقة جداً علشان خاطر طبعاً ما عزمهاش في حفلة الافتتاح وحور بتقول لها ليه متضايقة قالت علشان معتبريني لسه صغيرة المفروض ان هم يعزموني على الحفلة حور قررت لها كويس ان انت مش هتروحي أصلاً أنا حروح بس عشان خاطر عمي مش أكتر والله انت كذبانة بتردوا بتقول المفروض تعودوا وتعملوا ليه اعتبار علشان خاطر انتوا عماتي مش تروحوا كده وتسيبوني وعملوا ليش اعتبار ولا عزموني بينما من لايه أصلي أول ما عرفت ان اللي مستني بره هعايز يدخل ويفضح نواف بعد خمس دقايق بتروح بسرعة علشان تشوف مين اللي بره وبتدخل وبتقول ان هي مرئيسش حد نواف قال لها شفتي أكيد اي حد بقى بيهزر معايا ولا حاجة تيجي نمشي قالت لأ انت عايز تنحاش قال لها لا يا سيتي خلاص نطلب تنلمون ونعود علشان تتأكدين ما فيش اي حاج ولا اي حد حيدخل بعد خمس دقايق ولا حاج وهو عد خمس دايق وما فيش حد يدخل من لايه بعد كده غادة بتتخانق مع صوفك العادة وبتقول لها هتلبسي فستان لنه أزرق زي ما انا حلبس لأ طبعا قالت لها انا بحب لون الأزرق قالت لها انا لا حلبس الأزرق قالت له ليه انا ملبسوش بيحاول طلال يهدي بينهم بيقولهم ميني لحيلقي الكلمة الافتتاحية في الافتتاح بترد غادة بطول انا طبعا صوفي قالت له ليه ما بقاش انا انا محضرك كده بتاعتي بالعربي بالفرنساوي قالت لها لا انا للمفروض اقول فد له هم الاثنين يتخانقوا وكمان طوضان ما بقاش عارف يعملهم ايه وكل حاجة بيتخانقوا عليها زي نعالي الصغيرة وبتبدأ الحفلة وطبعا كانوا محتارين من لاحيقص الشريط علشان كده جابوا مؤصين وكل واحدة قصت الشريط من ناحية اللي بستتاح بيبدأ البنات بيدخلوا مشاعل طبعا معاهم بينما حور وشاهدي بيتحكوا في جنب على غادة لانهم بدل ما يقصوا الشريط بمؤص الصوب بمؤصين فضلوا يتحكوا طبعا على اللي هشافوه دلوقتي بينما راشد قاعد بيشرب نسكا فيك كتير جدا فهدي بيقول له مايلك فيك حاجة قال له ايوة انا عايزة فوق انا في مصيبة هتحصل في حاجة هتنزل على دماغي دلوقتي اكيد هيكلموني دلوقتي يقولوني ان في حرب ردوا قال في ايه بس قال له انت وديت مراتك الافتتاح اكيد انت مش خايف عليها ده فيه حربة هتقوم هناك يا اخي انت مش خايف على مراتك دي حامل قال له يا عامي مش حيصل حاجة ان شاء الله فحفلة الافتتاح كل واحدة من غادة وصوفي عايزة تتكلم وتسبق التانية في الكلام وطبعا كل واحدة منهم بتقول كلمة علشان خاطر محدش يزعل بينما شاهدوا وحور وقفين في جنب وبيتحكوا عليهم جدا وحور بتقول كويس ان انا جيت علشان ما تفوتنيش الفقرة الكوميديا دي البنات توقفين في جنب جانا وجود ومعاهم عمتهم لطيفة وطبعا ايه مبسوطين جدا بالكشخات وبالجو والستايل وبعد كده بيشوفوا مشاعر وجود بتقول ان مشاعر دي تبقى مرات ابن غادة وطبعا كمان يعني جوزها مزيد كبير جدا وده اللي خلجهم انا تسرح كده شوية طلال بتمعات لصوفي البس كده مباشر بالافتتاح والحفلة ويتفرج على الناس اللي موجودين ومن ضمن الناس بيعمل زوم على جانا وبيقول هي ولا مش هي ده هي هي فعلا اللي هداها الحفلة بتاع امي بينما غادة مبسوطة جدا مرة واحدة بتلاقي قدامها صحر داخلة بتبص كده على المكان وبيتقولها ايه اللي جابك قالت لها مش انت برضو عزمتي ماما وقلت ان انا مفروض اجي انا جيت علشان قطرة باركلك واتمنى لك الخير يا حبيبتي امال ايه؟ قالت لها امشي دلوقتي حالا قالت لها والله بتتروديني؟ طب تعالي صوتك بقى واتسماعي الناس انك انت بتتروديني ولا اقولك انا اللي حعلي صوت درواتي وقال لهم انا مين بالضبط ايه رأيك بسط الناس والعالم الراقية اللي انت بتتكلمي عنهم دول طبعا غادة كانت منظر ده ومش طيقه وقارت لها امشي قالت لها مش همشي وعلى فكرة لو انت كنت تكلمت مع ماما باحترام ومكتش زلتيها وقلت لها تعالي خديمي علينا الموضوع كان ممكن يعدي لكن انت اللي جبتين نفسك فاستحملي بقى خديجة بتدخل لمريمو بتقول لها ان العشاء جاهز قالت لها انا مش عايزة اتعشى وماليش نفس الحاجة مش كفاية عماتي اللي سابوني وراحوا الافتتاح ردت خديجة وقالت طيب اسيا تحت ومستني اياكي قالت لها دي كويس جدا انها مراحتش على فكرة بتفهم يارب يارب تحصل حاجة في الافتتاح ويبص كله وكأن دعوة البنت مستجابة لان فيه واحدة غريبة بتدخل وبتقول انتم مين يلا يمشوا من هنا ولما ردت غادة قالت لها انتم مين بالذب ردت وقالت لها ده المكان بتاعي وده الصالون بتاعي لو فيه حد فهمك ان الصالون ده بتاعك وانه ضحك عليكي واخد منك فلوس لا ده صالوني وانا مبيعتوش لحد ويلا خروجه كلك وبره من هنا وطبعا كانت فضيحة كبيرة لغادة قدام الستات اللي كانوا موجودين من المجتمعات الراقية وكمان صحر كانت شمتانة ومبسوطة جدا وكمان الكل بيخرج من من الصالون لكن غادة بيغمى عليها وصوفي ولطيفة بيلحقوها وبتخلص الحلقة على كده وده كان ملاقص الاحداث الحلقة رقم 617 من مسلسة المراس ويارب الملاقص بتاعي يكون عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد بنزله اشوفكم على خير احبوكم مرة باي باي